أسعد الله صباحكم أحبتي بكل خير صباح الخير عليكم من وسط العاصمة بغداد وتحديدا في منطقة الأعظمية نحن متواجدين الآن داخل مؤسسة حكومية أمنية خدمية متواجدين حاليا في دائرة أحوال الأعظمية بهذه الدائرة سنتجول بين أرويقة الدائرة ومع السادة المسؤولين عن هذا الموقع راح نتحدث عن قضايا مهمة ورئيسية دائما يسأل المواطن العراقي عن قضية البطاقة الوطنية من البطاقة الوطنية وأسئلة البطاقة الوطنية كل استفسارات السادة المواطنين ستكون ضمن أسئلتنا الرئيسية لهذه الحلقة دعوكم إينا وشوفوا تفاصيل هذه الدائرة حياكم الله أهلا وسلم بكم من جديد أحبتي المشاهدين دخلنا إلى دائرة أحوال الأعظمية وأول ما نبدأ بجولتنا في الدوائر الحكومية ندخل إلى مكتب السيد المدير نبدأ معاه بالحوار الرئيسي الذي خص عمل هذه المؤسسة والقوانين التي تعمل بها ومن ثم ننتقل إلى بارتات أخرى وجولة أخرى ستكون في هذه الحلقة نرحب بسيد عقيدة محمد عبد العزيز مدير دائرة أحوال الأعظمية أهلا بك سيادة العقيدة أهلا وسلم بكم كافة الكادر حياكم الله سلامك صباح الخير عليك والمرة صباح العمل نحن نقول السلام بكم القوات الأمنية ومؤسساتنا الخدمية بوزارة الداخلية من الصباح الباكر هي مشتشتغلها في خدمة الناس نعم نعم نحن مباشراتنا من الصباح من الصباح الباكر لخدمة المواطن نجاز معاملاتهم إذا يجيك مواطن شوي ضايج منائم زيان ومتنرفز شو تتعاملونه لازم نستقبله بكل رحابة صدر ونمتاز غضب يعني لازم هو هذا عمل هو هذا ضروري وخاصة نحن دوائرنا الخدمية نتعرض لكل شيء مثل هاي مزاجيات أوضاع حالية نفسية كذا يعني لازم نكون يعني لتعامل الموظفين والضباط نرمي جميع المواطنين ولبس رضاهم يعني ويعني كنون هواي يجون عالم متعصبين وهذه نحن نعزم إحنا اللي علينا نهد واجبنا لهم ونمتاز غضبهم أول سؤالة سألك المعقبين وينهم ما عدنا معقبين لا بر ولا جوة أبد مستحيل يعني نتجول ونشوف الدائرة شبهة افتر الدائرة كلها افتر الدائرة كلها نهائيا يعني ما عدنا معقب يدخل الدائرة نهائيا جيد إذا دخل المعقب إلى دائرة وحتى أطراف الدائرة أفتر حتى تكون هذه الدائرة مو نزيهة بارك الله بك إن شاء الله أنتم نزيهين إن شاء الله إن شاء الله ما عدنا وهذا حيكون جولة بعد حوارنا السيادة العقيدة تحدث أولا عن البطاقة الموحدة نعم فرقها عن هوية الأحوال المدنية بشنو تفرق؟ والله هي يعني هواية يعني سهلة من الأمور يعني سهلة الأمور عن مواطنين ويكون التسهيلات أكثر بعد ما يحصل مواطنين يعني العراقيين بصورة عم على البطاقة الوطنية وراح تكون إلها فائدة كثيرة جدا يعني تلافت الأخطاء اللي يعني اللي يتصير بالهويات وبالشهادة الجنسية يعني أغلب المواطنين يروح للشهادة يروح للجوازات يرجع على حرف أو نقطة أو مدرش والبطاقة الوطنية تلافت هاي المواضيع كلها تقريبا راح يحس المواطن هسه بالوقت الحاضر يعني مو كل المواضيع يعني الشهولة مالتها مو كلها بينت نعم المستقبل من المواطن مواطنين كلها تصدر البطاقة الوطنية جهاز قارئ البطاقة ينتشر بكل دوائر هذا ما نازل هذا ما نازل مو كل الدوائر يعني موجود هسه مثلا بالجوازات موجود بس بالمستقبل مني يوزعونه بكل دوائر الدولة وإنه أنت تتراجع بأي دائرة يقرون البطاقة ماتتك تطلع المعلومات كاملة بعد ما يستوجب يرجعوك لأي بكان لا حرف خطأ ولا مدرش وقدروا يرجعوني يعني الأوليات ماتتك كلها فهواية أمور اختلفت يعني سهلة المواطنين نحشى عن بيانات بيانات البطاقة الموحدة شون اللي ينكتب داخل البيانات ما أقصد البطاقة البيانات الداخرية بالداتا والمعلومات المعلومات ينكتب اللي هو الرقم الوطني والرقم العائلي اللي يتولد هذا الرقم الوطني والعائلي وكذلك المعلومات اللي هي بالقيد الاسم الجنس الاسم اسم الأب اسم الأم الحالة الزوجية حالة اليوتوم يعني إذا كان الأب على قيد الحياة أو الأم على قيد الحياة أو من طوفين اللقب التولد مسلم أو غير مسلم يعني الديانة أقصد محل الولادة محل الولادة سواء كان خارج العراق وداخل العراق محافظة كذلك ناحية ويعني نوة تثبت يعني بعض الأحيان حتى المستشفى وسنة التسجيل يعني سنة التسجيل تاريخ اصدار البيان الولادة زين نريد أسئلك على قضية المغتربين العراقيين في دول الخارج شون تتعامل معهم يعني اليوم ييجي مجنس بجنسية الدولة الأخرى وهو عراقي هو الأصل شون يتم التعامل معه نحن نتعرف القانون الجديد سمح بالحصول على الجنسيتين قانون العراقي سمح المواطن أن يحصل على الجنسيتين تعامل أي مواطن عراقي يعني اعتيادي قصد المطلوب من عند الإثباتات يعني المقيمين بالخارج يعني بكل الحالات المقيمين بالخارج هذول تكون مراجعتهم يومية يعني مفتوها يعني تعرفوا نحن نظمين جدول على المناطق هوا حنسوالف هسان هوا يعني المقيمين بالخارج هذول يقوم مشمولين بالجدول بأي يوم تكون مراجعتهم نطالبه بجنسية وشهادة جنسية فقط بعان موقفة من الجنسية العراقية يعني ضابط الشهادة يسوي له كتاب بعان موقفة من الجنسية العراقية هل أنه الجنسية العراقية ملغيها عنا أم بعدها باحتفاظ والإصطاب واللغاء يجبنا كتاب مشروع الجنسية أنه الجنسية العراقية يتمتع هو بالجنسية العراقية يعني يتم إنجاز معاملتها بصورة طبيعية حال حال أي مواطن طيب سيداقين تحدث أيضا عن جانب آخر اللي هو جانب المطلوبين قضائيا المطلوبين قضائيا المعلومات اللي تضاف أو شنو اللي هيكون ضمن البطاقة الموحدة يعني يثبت إنه هذا الشخص مطلوب تضاف معلومة يكون أكو إشعار بالمطلوبين ضمن البطاقة لا لا هو الشخص المطلوب ما تزل لبطاقة وطنية أطلاقا أطلاقا ما تزل لبطاقة وطنية إلى حين يفض موضوعها يعني بالجهة اللي مطلوب فيما يخص مدة تسليم البطاقة الوطنية للشخص اليوم راجع بعد كم يوم يستلم البطاقة؟ والله هي بالحالة الطبيعية كانت سابقا يومين أو ثلاثة يوم بس إحنا الظرف هسل ضرف استثنائي بسبب يعني تعرف هذا موضوع البطاقة إحنا البطاقة تجينا من الخارج وعقد ويا شركة جنوبية وتعرف إحنا وضعية البلد موازنة هذه الدوارة الفرعية والمديرية وكذا ما لها دخل بهذا القضاء ما لها دخل بهذا الموضوع هذا يعني الطباعة هي تكون بالمطار مطار وغدها الدولة والبطاقة تجي على ضوء اتفاق ما بين الدولة والشركة نعم يعني وأكون مبلغ مالي ببيناتهم يعني على اتفاق مبلغ مالي تعرف وضعية البلد أن الموازنة ما مقرة فله السبب صار تأخير البطاقة بس يبتسل الله إن شاء الله يعني فترة قليلة ويفض الموضوع وتجي بطاقة المواطنين وترجع لهمور طبيعية يعني يومين بزايد المواطنين حصلوا أكو خدمة في آي بي بالبطاقة الموحلة مثل ما موجودة بالجوازات الخدمة السريعة لو ماكو أي موجودة يعني الخدمة المتنقلة يعني أقول يعني ينتقلون المحمولة ينتقلون إلى المنازل الناس وسعرها 250 ألف 250 ألف أسرع أيضا يعني أسرع منها بتسليم البطاقة بتسليم البطاقة لهو يوم ما لدخل هذا هذا بالإجراءات المفارجية بس الإجراءات روحت للدائرة يعني أهام تمام أكو دوائر يعني نأقصد دوائر مؤسسات الدولة عموما ترجع لهوية الأحوال وتشرط البطاقة موحدة لو والله يعني هي يعني أكو قسم من الدوائر يرجعون وطلبون بطاقة موحدة بس هاي اجتهادات شخصية يعني ماكو تعنيم ماكو شي قانوني إن نوقف هوية الأحوال اي اي بس اجتهادات شخصية رح نوصل برأيك لهالمستوى بعد فترة معينة يصير إنه لابد أنه الكل تصدر بطاقة موحدة اي نعم هو لازم لازم كل مواطنيين العراقيين يعني يعني دعوهم إنه التوجه إلى دوار البطاقة الوطنية لغرض دوار البطاقة الوطنية تختلف من بطاقة الوطنية تختلف من شعوبتها فعل عن من تريد تتسوي عن نظام القدينة حوية أحوال مدنية تريد تبدلها بطاقة وطنية امم يعني حتى فترة إنجاز المعاملة أسرع همينا أسرع صح أسرع بعدين يعني من المواطنين كلهم يحصلون على البطاقة الوطنية يعني من المحتمل إنه يعني المواطني يقدر نفوسه غير محافظة إيه روحي ماشي معاملته هناك عادي من المحتمل إنه يفتحون مراكز في بغداد حلو يعني تروح تراجعها تقدر تطلع بدل ما تروح لموصل جيد يجوز يفتحون مركز هنا وهذا يعني أكد راسي على هذا الموضوع اللي هو سيستم مواحد أي مني من العالم كلها تطلع بطاقة وطنية ويصبح هو سيستم مواحد زي متى نغادر الوثائق الورقية والسجلات الورقية بعد ما مواطنين كلهم يحصلون على البطاقة الوطنية يلازم البطاقة لاود لاود وهذا أتوقع أأمن أيضا من قضية التلف والحرائق الحرائق والتلف والتزوير يعني تعرف هاي المعلومات كلها مخزنة بهاردات صح أو كنسخ أيضا للهاردات بالضبط وهذا أيضا حتى بقضية التعامل الرقمي هذا يعني مرحلة التطوير العالم الرقمي نعم 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 وسيرفرات شبيرة يعني بهذا الموضوع مع الخزن يعني 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 بكل الأمور يعني نظام الألكتروني أحسن زيادة العقيد أكثر المعاملات اللي يتمر عليك أي معاملات تجديد إصدار جديد طلاق زواج إضافة شنو اللي هي أكثر لا هو أكثر المعاملات يعني اللي هي منح بطاقة وطنية يعني خصوص العمل يعني العمل بالوقت الحاضر العالم يبدلون من هوية أحوال لا بطاقة وطنية entonces نعم هو وحالات الزواج همينا الموجودة وطلاق ما أخذ مساحية طلاق نعم حالات الأقوى نعم، سأتعاقد الدائرة معتنين بقضية الديكور هذا جانب النفسي معتنين بأنتو المواطنين أو لو لقيتوها جاهزة لا 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 بالعكس أغلب الشغلات الموجودة بالدائرة من عندنا الموظفين والكادر حسب عملهم نشوف هذه الأمور تجعل المواطن يكون مرتاح حتى إذا كان أكلود بالدائرة من نوفر له مثلاً مناظر طبيعية بالدائرة وتلفزيون بالدائرة ونافورة بالدائرة المواطن لن يتذمر يتحمل فترة اللي قاعد بها بالدائرة فهذا كلهم عن الموظفين والكادر جيد، الحالات الإنسانية تعاملكم إياها؟ الحالات الإنسانية نحن عندنا شبابي نافذتين للحالات الإنسانية بس بالوقت اللي أكثر من حالة الإنسانية نحن نبلغهم حتى عندهم ممتسبين بالاستعلامات وموقفهم واختصاصهم للحالات الإنسانية مباشرة الحالة الإنسانية مبلغ كل الموظفين مدخلين البيانات أن الحالة الإنسانية لهؤلوية مثلا النافذة إذا بها 2 حالات إنسانية وجدنا حالة إنسانية ثالثة ما تلزم شراء النافذة الحالة الإنسانية اشتغلها مدخل آخر مدخل جديد نبلغهم الحالات الإنسانية هم كبار السن الطفل الرضيع ومحاول الشهداء الجرحة وكبار السن دورهم أولوية تحصل إلى مباشرة الإصدار الأول بأي سنة يبديل شباب والبنات بأي سنة ١ سنة وصورة خاصة ١ سنة هذا من حمطة وطنية أقل من ١ سنة من أثناء السنة. اللي هوية تضايعة. واللي هوية بدون صورة. واللي هوية تارفة. تصدروا له. نصدر له بطاقة وطنية. كطفل بطاقة مواحدة. بالضبط. كطفل. ذلك اللي أقل من أثناء السنة إذا كانت الهوية تارفة. أو الهوية ضايعة أو هوية بدون صورة. وبيان الولادة. دولة الأربعة حالات نمنحهم بطاقة وطنية. جيد. نحن نشكر لك جزيلا شكر. سيادة العقيدة محمد عبدالعزيز. راح تكون إنا جولة في دائرتكم. والريدة ترشح لنا أحد الضباط. لما أنه أنت جنابك أيضا مجهول. نعم. وترشح لنا أحد الضباط الجولة. إن شاء الله. مقدم فرقان هو وكيل رئيس الدائرة. راح يشرقوا إياكم. إن شاء الله بالجولة. وأخذوا راحتكم. وحنا حضرين. شكرا جزيلا سيادة العقيد. راح نخرج بفاصل. ومن هذا الفاصل راح ننتقل إلى جولة داخل دائرة أحوال الأعظم. ابقوا أحوال الأعظمية. وحيرافقنا السيد المقدم فرقان جعفر. معاون مدير دائرة أحوال الأعظمية. حياك الله سيادة المقدم. صباح الله مهي أصلك صباح النور ريون. حياك الله. أهلا وسهلا بكم. اليوم سنتعبكم. كل الأهلا بكم. أريد أن تكون جولتنا ويا جناب الرسالة المواطنين. كل الأهلا بكم. حنتحدث عن سير المعاملة اللي يجي بها المواطن. نعم. التفاصيل. المطلوب من السيد المواطن عندما يجي لهذه المؤسسة. شنو يستطحض معه. أوقات الدوام. تفاصيلها. بداية أول سؤال. البطاقة الموحدة. ماكو بيها تعظيم في طباعة. ماكو مشكلة في طباعة لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كبداية إجراء التقديم على البطاقة الوطنية. كدارة أحوال الأعظمية. طرف الزخم ليصير بمراجعة المواطنين وكوان المعاملات. فعدنا جدول مناطقي يخص بطاقة السكن. كل مناطق سكن محددة إلى يوم معين. المواطن يكمل استمارة البطاقة الوطنية كخطوة أولى. طيب. بعدها يراجع الاستعلامات. يتحول ضابط شهادة ينطيل موافقة على المادة القانونية مع الجنسية العراقية. بعدها يتوجه للمحطات. محطة يدخل. بيانات. يدخل البيانات. يدخل البيانات في المعاملة. وراء التدقيق يدقيقون المعاملة. كفلتر للمدخل. وراء حسابات وراء المرحلة النهائية اللي هي التصريح. هاي كمعاملة. تصريح الأمن. لا التصريح النهائي للمعاملة. هي محطات شون الفلاتر. حتى يدقق إذا كان بها غلط ترجع للمدخل. إذا كان بها فدشكال معين أو معالجة قيدية. ترجع حتى يكمل إجراءات القانونية. هاي كم مراجعة المواطن على البطاقة الوطنية. الدوام الرسمي دوائر رسمي. يعني دوامة ثمانية بثلاثة. ينتهي دوامة مسائل أو ما عاد؟ وكدارة أحوال الأعمامية. ما عاد نشبهت مسائل. مكتفين بالدوامة الصباحي. تفضل عمي. كان يشوف السيد المواطن. الله يحفظي. والله يوفقه. وأنا مواطن استطرق. استسيير الأمور بدقة. جيد. وبنباها. ويوجه المواطنين وأنا أحقق المواطنين. الله يبارك. ونشكره. ونشكر البطن منك. الله يسلمك. الله يبارك كبيرك حجينة. هاي شهادة حلوة من الصدر. الله يسلمه. هاي شيء جيد. الحمد لله. دارة أحوال الأعظمية وأغلب الدوائر إن شاء الله كل دوائرنا متعاملوا هي المواطنين. نصير بعض العرقلات. بس هي دوائر خدبية يعني. شوفها كلها تنمة المواطنين. صح. هل نشوف السيد المواطني. السلام عليكم. صباح الكرحة بيزي. صح. الله يحفظ. كم نحن معاملها بعدك. أنا تقريبا كملت. سبزا انتظر رقم الوطني. أنت أصدار جديد. لو شما. أنا نقل النفوس. نقل النفوس. prax.لмиين جبت الموافقة؟ جبت الموافقة من النفوس المعبر بديارة. وللعامة يعني ما يعني وفي الزواني؟ نقل عن نفوس. دارة المعبر. زم، زم. الزواني الأعظمية من نفوس زوجتي. وسعني assistية اللاجراءات تسهلة. انت متفار. انت تحولت على نفوس زوجتك؟ لا لا هي حولها على نفوسي. هي تحولها على نفوسي. هنا هني نفوس دياله هي نفوسها عظمية. هو نقل هسنا بهذا ويسمى ننطل؟ هاذا توحيد قيد. توحيد وليس نقل لا توحيد قيد بطاقة السكن هو ساكن بغداد فمن حق أنه يسحب قيده على المنطقة الساكنية لكن نخوص الديالة ساكن الديالة ساكن الديالة ساكن الديالة نقلت سيادة المقدمة بطاقة السكن مات تكيام خالص حصلت موافقة مدير عام حصلت موافقات وموافقات هل يقدم قلب لا مستثناعات عندنا صفحة الإلكترونية تخص المديرية سيد مدير عام عند صلاحية أنه مثل يريد أن نقل مواطن نفوسه على بغداد يقدمون عن طريق الرابق هذا تحصل الموافقات الرسولية موضوع هل سنقل النقوس متعب نقل النقوس والله يعني ما طولت عدي ما طولت الإجراءات وهي تقريبا هي أصعب قضية أكثر إجراءات أمنية طول تقريب يعني كلها تقريبا يوم واحد هناك بديالة استخبارات وكل آية الإجراءات تكملتها وهنا تقريبا يوم واحد بس برحمة الوطنية الديالة شون هي نفوسها والله زينة والمنتسبين والمواطفين والتعاونين والمراجعين والمواطنين جاي البطاقة الموحدة أفضل أم الهوية الأحوال المدنية والله صراحة أنا مخترب يعني عايش بره جاي بس أكمل جراءات الزواج عندك هوية الدولة اللي مخترب بي عندك قاعدة البيانات بهذه الهوية اللي موجودة بالدولة اللي ساكن بي هاي تشمل بيانات شونه تشمل كل المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص نفسي يعني مو معلومات زوجتي بس هم أيضا بالسيستم يعني معلومات العائلة كلها انت كمخترب من تراجع دولة إجنبية اللي ساكن بيها انت متجنس مو متجنس مو متجنس حالك حال أي مواطن ابن البلد ماكو فرق ماكو أي فرق يعني حتى من مواند شنة مقيم بعدين حصلت على الجنسية من شنة مقيم تقريبا نفس الإجراءات إذا أنا مقيم أو متجنس جيد جيد شون اللي ممكن يساعدوك ساعد الضباط عندك شيء؟ والله مشكورين يعني ما يحتاج أي مساعدة كل الأمور سهلة يعني جيت اللي هنا صراحة ما توقعتها تخيلت أنه أصعب من هذا الشيء جيد بس التسئلات اللي صايرة أكثر بهواي عن قبل جيد اتمنى لك الموافقية أنا أشكرك سيادة المقدم للطاقة الموحدة اشتش من المعلومات معلومات الاسم الكامل التولد الحالة الاجتماعية الحالة اليوتوب للأم والأب للأم والأب عندك يعني كافة المعلومات إذا كان متزوج أو أرمل حالة اشتماعية هي هاي الموجودة القالة بالموجود بالأصدار أنا سمعت بس ما شفت سمعت أنه البطاقة الموحدة في بعض الأماكن لم تزويرها تمام؟ مستحيل هاكم كانية تزوير؟ لا مستحيل هاي بها شريحة شريحة الإكترانية بس يطبعوها على كارت نطبو احنا جتنا هايش حالات بدون شريحة يعني جرحة حالات اثنين اثلاثة لا سحب هذا ينسحب هذا شريحة خط شريحة داخلية كبطاقة كبطاقة مستحيل هذه الأحكام اللي ممكن تزوير يعني أحكام ثقيلة يعني تزوير نعم نمتكسكته بي شيء طغايا مسكنا حالات ونحالة المحاكم مختصة جاوة خلنا نشوف السيد المواطن السلام عليكم سيد الصلاة حياك الله فيصل كاظم الأسدي بروفيسور بالتعليم العالي نتشرف استاذ شون هالدوام العراقية الدوام العراقية دائرة هذه الدائرة محترمة جدا ومرتبة بوجود من الاستلامات الكارجية الى ان تحصل بطاعتك اللي عادة ان ينطل موعد هسا من حصل شي سلبي استاذ سلبي وين سلبي انه احنا يفترض هذه الدائرة تصير المعاملات كلها تجرى بها في نفس الدائرة يعني لا تروح الى وحدة معالجة في المطار ولا تروح الى اليدارة العامة استاذ احنا قلت لك الطباعة الان هي اكو وحدة معالجة شون هالوحدة معالجة معالجة رقم القطاقة رقم الوطني من نحتاجها حتى نمشي صورة القيد نعم قالوا انه ربع ساعة قالوا انه نص ساعة وقالوا ساعة هذا مو معنى تأكو خلل لربما هو اجراء معين يروح الى موسى الدائرة المعينة توصل الى دائرة لربما ما ريض نذكر اسماعيل دوائر وماكمه لكن الدائرة المعنية الاخرى تأخرت الان احنا قاعدين ننتظر ليسونا صورة القيد صورة القيد يعتمد عليها الجواز صح وهذه حقيقة اتمنى ان يكون كل المعاملة في الدائرة تنجز دون ان تروح الى جهات اخرى يعني صورة القيد ساعة صورة القيد لا تصدر منها لكن اذا اكو بطاقة موحدة تصدر بانسيابية سريعة جدا لكن اليوم احنا نريد نسوي البطاقة الموحدة وايضا بنفس الوقت نريد ناخذ صورة قيد للجوازات هذا شيء يجعل ان الدائرة حركتها للمعاملة لازم تعبر الى جهة معينة هذا الجهة المعينة بالعكس يوم متقصير راقين جدا تعاملهم راقين جدا وايضا شخصيات عالية ومهنية ودقيقة في عملها سياث مقدم راقين بالنسبة للأرقام الوطنية كل الدوار المرتبطة بالدوار الأحوالي التي تحولت بطاقة وطنية مرتبطة السيربارات مالتها سياث هاي سياثور نظام شبكي ارتبط بالمطار بالمطار هناك لجنة المعاملات الترفع من كل الدوار فهذا التأخير الرفع ساعة نتيجة تدقيق المعاملة واصدار الرقم الوطني لان تعرف انت عندك مطلوبين عندك هواي امور يعني استخبارية وقانونية يعني متداخلة كإجراءات تلقيق متداخلة مع مرات التصالات تصير به مثلا هاي المعاملة يعني فالشكال بسيط يعني نعم فهي كل الدوار مرتبطة بالمركزي لا تدري معلومات ثمية نعم نظام شبكي فكل الدوار الدائرة لا تستطيع تصدر الرقم الوطني لانه هي نظام البطاقة الوطنية يعني نظام مركزي كل الدوار ترفع لها وتحصل الموافقة بالرقم الوطني اذا كل وقت يقدر المواطن يسحب سوركي لكن للأمانة انسيابية المعاملة تنشي بطريق ممتاز يعني إذا ما أخذناها قبل 15 سنة وعشر سنين فالكفارك شبير لأن المواطن كان يراجع منها عبر شبك وعبر معاقبين أيضا الآن المعاقبين لا يوجد هنا المعاقبين لا يوجد هنا المعاقبين لا يوجد هنا الدائرة تمشي وتأخذ التسلسل المالك ويقومون بالواجب كيف لديك الزلار جليل؟ حقيقة أنا مطلع جواز السفر زوجتي لم أعدها جواز السفر أو سيسقط ثلاث أربعة شهور فمن سافرنا آخر السفر وقال له زوجتك انه مطلع لها جوازي انه لم تستطيع السفر للسفر الجاي هي ما عندها بطاقة موحدة عندها هوية أحوال قديمة عمرها 15 سنة ما تمشي لهوية الأحوال؟ ما تمشي لأنه لازم تزمر فحنا حقيقة ننسوي البطاقة بنفس الوقت تبسل صورة القيد حتى نسهل إجراء معاملة الحصول على الجواز اللي هي الآن أيضا أمره طويل من طنيا من 22 إلى 30 ثمان سنوات ثمان سنوات مقليلة إن شاء الله التوفيق للدائرة اللي يقومون عليها ومسؤوليهم وهم أيضا مسؤولي لأنه حقيقة لو موجودهم ومتابعتهم للورف الأخرى اللي موجودين بها كلهم متاسبين وهطاف وموظفين وموظفات وكلهم اللي مرت عليهم كفاءة ممتازة جدا ومهنية عالية جدا ودقة وأمانة أنا أقول لك شغلة أنا في مكان معين طلبوا مني 10 ألاف دينار الرسم مالي الرسم الرسمي بالوسط فأنا نطيت 25 أنا جيت ورا الحسابات إلى جهة أخرى ربما أجيت للسيد الوكيل لا أوقع رقضت وراي مديرة الحسابات قالت لي دكتور أستاذ أنت طيتني 25 وما أخذت الـ 15 ما أخذت الـ 15 قالت لي طيتني 25 وما أخذت الـ 15 قالت لي قالت لي قالت لي هذه الـ 15 موجودة فإذا الأمانة حرص لا حرص وأمانة هذا بالعكد نتمنى في دوار الدولة الأخرى أن يكون نفس الدقة نفس المهنية نفس المعالجات نفس الأمانة وبدون ابتزاز المواقب نحن دائما نحن دائما دائما الأخبار وحديث الناس دائما نحكي عن فساد الدوار ومشاكلها وابتزازها والمعاقبين نفس الوقت لما نسمع شيء إيجابي نخرح نقول معناها أكو موظفين زهين أكو ضباق أكو العجلة بها الناس الذين تشتغلوا بابتزاز نحن أيضا بالمقابل ويسمع السيد المقدم الوكيل اللي داء تسوي لها القطاقة الموحدة هو يصير عمتل عميد عدهم بالعامة اللي هو اسمع عميد أنماغ كريم سين وربيعي نعم هذه بالضبط عمتة يعني أخذ غازي كريم على سين وربيعي جيد مع ذلك إنه ما اتصلت بالعميد ما اتصلت بالعميد لا ما يعرف نحن ما اتصلت به حتى لا يصير إجراء أنه أنا أكلف وإحنا إذا الناس المثقف تروح تكلف بالكريم فلا عيب أن الباقية ممكن أن يذهب بالتجاهة تحتاج شيء هنا أستاذ لا بالأكس نحن بازل ننتظر بل كي يجينا الرقم الكطاقة الوطني حتى ناخذ صورة القيدة اللي هي لربما توقعها حضرت لك سيد المقدم نحن موجودين إن شاء الله ما يقصر توفيق لكم إن شاء الله وخدمة العراق إن شاء الله هذه فيها عناق الكل الله يسلم أنتو كأعلاميين وهم الجهات الأخرى التنفيذية شكرا أستاذ العزيز إن شاء الله التوفيق لكم سيد المقدم سيد المقدم سيد المقدم سيد المقدم أريد أن أخذ جوله إياك أين بداية الداية؟ دعنا نبدأ بالمدخلين خرفة المدخلين مدخل البيانات مدخل البيانات دعنا نرى هذه هذه ببداية المحطة الأولى للسيد المواطن هذه المحطة الأولى من يكمل الاستمارة ويختمها ضابط الشمالة محمد السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم هل سنيم بيانات؟ هل هذا بيانات؟ هذا بيانات؟ هذا بيانات تدخل هل هذا مكان؟ هل هذا هو تقديم هذا البيان؟ نعم هذا التأشير زواج الأم ولعب ولواجههم الطفل هنا تأتينا بيانات تأتينا بصرف الساحة يتأكدون أنه لا يتفتح ينزل معلوماته ويصور الطفل ينزل معلوماته اسمه تصدر له بطاقة الطفل؟ تصدر بطاقة يوم واحد بأي عمر؟ يوم واحد يوم واحد يوم واحد تصدر له؟ بصورته هو كبس؟ بس تسوير البالغ خصمات العين والأصابع هذا الجهاز خصمات العين يقوم منه وهذا الجهاز الثاني أصابع ماذا أهمية الصورة للطفل؟ على طفل التالي التشابه الكبير بين الأطفال هل يقضي؟ كطفل بين الأولادة بين الأولادة يعني الأم والأب هم الذين يقدمون المعاملة فهما يتحملون كابة المسؤولية خصدك إذا تستبدل الطفل بطفل ثاني؟ لا 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 كالطفل هذه الصورة مثلا هذه الصورة الشخص بالغ وجه مبين تصيل الأمنية مبين أيضا كوجه نعم الطفل هو طفل يعني ما كان تقبل بدون صورة في هوية الأحوال؟ هوية الأحوال المدنية نظامها يختلف هذه القوالب لدينا موجودة بين البطاقة الوطنية الأطفال فقط تصوير فقط يعني يعني في أي سنة تقللون البصمات؟ من عبر 18؟ من يبلغ؟ 12 سنة طفل الولد 12؟ هو الولد البنت يطلب تصوير وبصمات الأصابع وهذا بعض البصمات يعني البصمات لا تتزور البصمة لا يستطيع انتح للصفة الشخصة وهذا العمر اللي بختاري هو خلص يبدأ هذا الطفل يستقر على البصمة بصمة العين وبصمة الأصابع صحيح هل هنا كل الأخوان المدخلين؟ هنا مدخلين الآخر هل أي أخوان المدخلين؟ كل المحطات مدخلين يعني إذا أنت عندك 6 مدخلين؟ لا عندي موظف معالج وهذا إذا كانت مثلا إشكالات بالقيد مرات مثلا تعرف النظام الورقي كان شوية يعني زخم عليهم فسير إشكالات بالقيد ودى سنة تسجيل تعارض يعني أصير هواي بها أمور فنية يعني المراجح هو يتابع الموظف هذا المختص الموظف المختص يبقى شوية المراجع يكمل لباقي الإجراءات الكتاب الرجل ويسحب لصورة القيد ويسحب للمراجع خلي نسول فياك عن الوصايا يعني ذاقرة هاي الوصايا شبتها بأكثر من المكان أي هذي شنو هاي الوصايا من وضعها؟ السيد مدير الدائرة؟ أي نعم زين هذي شنو أهمية هاي الوصايا؟ يعني هي يعني أغلبها أنه الحفاظ على دائرة؟ على الدائرة والتعامل مع المواطنين يعني إذا عندك إشكال هس إحنا عندنا وصايا من المكتب عندك وصايا المدير وصايا المكتب يعني هاي خاصة للحفاظ على الممتلكات نعم الحاسبة الخاصة بالمدخلين بالدرجة الأساسية يعني يعملون على الحاسب نعم أيضا للحفاظ على المعلومات والحفاظ على معلومات قطاع التيار الكهربائي تعرف إحنا يعني الضابط خفر يبقى موجود والخفراء موجودين بس تيار الكهربائي لازم ينقطع عنا التيار نهاية الدوام الرسمي حتى مشكلة كهربائية حتى الحرائق محراغ جدا من الكهربائي نعم حتى نتوجه حتى نتوكل التدخيل طبعا أكثر محطة يتأخر بها المواطن حتى نقول نسيابي أكثر أكثر محطة يتأخر بها المواطن بس إدخال المعلومات إدخال المعلومات باليم المدخل طبعا حتى مين طريقنا طريق من التدخيل طبعا هذه التدخيل هو من المواطن هي مراجعة منها مراجعة المواطن بس حتى ندخل نعم السلام عليكم السلام عليكم هذه حاسبات التدخيل نعم المدخل يكتب رقم حالة للمراجع حالة خاصة كل مراجع إلى حالة خاصة عن طريق رقم مالته المدقق يفتحها للحالة ويعيد نضرب بسجلات الأساسية يعني الأحوال القديمة إذا كان بها مثلا تعارض أو بها في تشكال بسيط أو إدخال اسم عن طريق خطأ مطبعي أو شيء مثل الفلتر يعني باعتبار ممكن تحدث بالبيانات ممكن تحدث بالإدخال نعم يكمل الفلتر مالتها للمعاملة ترفع بعدين الحسابات حسابات يقومون إجراء الوصولات من الحسابات وراها المرحلة النهاية اللي هي التصريح التصريح النهاية زيني يعني ثلاث مراحل؟ ثلاث مراحل ثلاث مراحل حسابات مراحل طويل بها إدخال وتدقيق جيد الرسوم السيادة المقبلة؟ الرسوم خمسة آلاف لإصدار البطاقة الوطنية لأول مرة لأول مرة وتجديد؟ هو معدكم تجديد؟ لا لا الضائع موجود هو يمكن غرامة أكثر شيء التلف؟ لا الضائع الضائع أول مرة خمسة وعشرين الثاني مرة خمسين ثالث مرة مئة ثالث مرة مئة مئة ألف جيد دعشوفوا اليوم ومفضاك الزخم القوية؟ والله اليوم بالعكس من المعطقة المكتبة لكن مطلقة الشعب اليوم حدث مكتب معلومات بالأضافة الزعفرانية وبغضاجية النساء لدينا أولويات لإجراء المعاملة النساء الحالات الإنسانية اللي يكلف بها السيد مع الوزر الداخلي والسيد الوكيل والمدير عام أنه الحالات الإنسانية المرضية الأطفال اللي بيانات الولادة المعوقين يعني هي تجراءات بس يعني مجرد أنه يدخل عندنا مفوضين أين يكلفهم سيد مدير الدائرة أي بيان أي معوق أي شخص عكازة أعربانة حالات الإنسانية مجرد دخوله للدائرة راح يتوجه لواحد مفوضين يكمل إجراءات المعاملة وتبقى يعني كان خمس دقائق يتكمل جيد يعني ذوي الاحتياجات خاصة أهمية هذا لا يعني جانب أحد حتى عندنا محطات أنه مخصصة لهذه المواطنة نقدر نشوف جنابك تسأل السادة المواطنة خاصة النساء إذا عدتهم شيء سبب انت الرغم السلام عليكم سيد صباح خير كملت معاملة أو بعدين؟ الحمد الله كمت كنتظرين؟ هنتظر معاملة تكمل غير لا قدمتها تنتظرين الرقم مواطني لا قدمتها ونكملتها كملت من التصريح إلى بعدين؟ نعم كملتها كملتها أنت تجديد أو إصدار جديد؟ لا إصدار جديد لا متعبة القضية؟ لا لا الحمد الله سهلة؟ لا سهلة كيف تحتاج من الدارة؟ لا أحتاج سلامتكم الله يسلم منكم موفقية الله يحضركم إن شاء الله سألنا على قضية المواطنة هذه المواطنة أطفال يأتي معاملة بينما تكمل معاملته هذه المحطة الثانية هي محطة بيانات أيضا؟ كلها بيانات كلها بيانات الأولوية للإدخال إدخال البيانات أكثر عندك كيف ترى العدد؟ إدخال البيانات هي كل الأحوال سترجع للتثقيق وترجع للحسابات وترجع للتصريح بس لدينا محطات خاصة بالواقعات يسمونها قسم الواقعات اللي هي الزواج والطلاق والوفاة والولادة هاي محطات خاصة باقي المحطات إدخال مثلا تجديد من السوبر بايزر اللي هو باعتبار الواقعات شغلة الباقي المحطات إدخال يعني مثلا أصدار أول مرة جيد هذه النارة والتصميم من هو اللي مشرفين عليه؟ جنابكم مشرفين عليه؟ ايه أكيد خاص لك النارة والديكور هذا السيستم الديكور حلو إذا شوفهك الديكور ماتنين بقضية الجمالية أكيد أنه سيد مدير عام ما مت هذا الموضوع إلا فد خصوصية بالنسبة إليه دعاء محترم نعم لدينا مقاول كل فترة يجيب مكشف على الدائرة ماذا من يتجب الدائرة؟ جيد هاي باقي الدكورات بعد زين حسنا إذا أصور أخيك إذا أرى شخص على عكادي نعم هذا ما يدخله من الاحتياجات؟ أكيد هذا موظف عديا جيد هذا مفوض وياه من داركه؟ هذا موظف عديا موظف عديا ماذا يحتاج؟ دعونا نرى دعونا نرى هو الشخص الموظف سلام عليكم ماذا يحتاج الإستاذ؟ هناك إثبات شخصية يحتاج للمواطن ومعامل التغيير المسكن جائب من مخاطبة بابل من دار تحوال العظمية السلام عليكم السلام عليكم نحن نشكر مقناتكم والمواقرة والكادر هنا كل جيد أنا بأمر السيد الوكيل أقدم الله يحفظه أنا أخوك أحد جرح العمليات الأرهابية والأخطاء العسكرية في وزارة الداخلية إن شاء الله نحن نشكر من الأخها محمد إحسان متفضل إن شاء الله وأخ عزيز إن شاء الله نحن نقول لا خير في مؤسسة لا ترعاش شهداءها وجرحها نحن من وقعنا إن شاء الله بهم الخير والبركة هم أخوتنا وإن شاء الله مثل أعلى إن شاء الله إن شاء الله نقوده لأمور فأحمينا شكرا من الأخب وهم منها سواء الكتاب أنا أكد سيدي الوكيل إن شاء الله يحفظه على الشهداء وجرحه وإن شاء الله هم ما قصروا كل الكادر كله جيد وتعاملة نقل النفوس والحمد لله وشكر تم نقل النفوس من محافظة نسيب نعم من زمان سيدي الوزير الطاني موافقة بوقت هي وكملت كل الإجراء صحيح شوية المدة طولت أين التأخير؟ ببابل التأخير كان ببابل بس نحن تلافين الموضوع وتدخل بها السيد الوكيل الله يحفظه وما قصر وهنا إن شاء الله يفادر كله تمام ما قصروا ما قصروا أصابت 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 ضربت بهجوم اللطيفية بتحرير اللطيفية من القاعدة والثانية بتحرير الموصل وهذا فضل من الله أهل المدينة سنت متقاعد؟ نعم أنا متقاعد جريلة العمليات الأرهابية والأخطاء العسكرية الحقوق لا أكو بعض الحقوق اللي إحنا بقانون عشرين المعدل سبعة وخمسين تحولنا إلى مؤسسة الشهداء ومؤسسة الشهداء حاليا متلكة ببعض الأمور إنه بحقوق عوائل الشهداء وجرحة يعني أنا نيابة عن أخوتي الجرحة إحنا أكثر من ثمانية وعشرين ألف جريح في وزارة الداخلية وأكثر من ثنين وثلاثين ألف شهيد أحكي لك صح فهذا المؤسسة الشهداء متلكة بهذا الموضوع بس بمعنى أنه كادر المؤسسات الخدمية اللي تابعة لوزارة الداخلية دي سهلون أمور إحنا جرحة وعوائل الشهداء ووزارة الداخلية ومشكورين من عدهم ومشكورين من السيد المدير وإحنا نشكر من قناتكم الموقرة لقل هذا الحدث ونشكر شكوا واحد ورئكوا شم اللي تحتاجه من الدائرة والله إن شاء الله الأخ محمد إحسان ما قصر والسيد المدير والحمد الله شكرا هم متعاونين وإن شاء الله أنا ما أعبقى شيء إن شاء الله وخلصت ليها أستاذ محمد والسيد المدير إن شاء الله وانا أبقى متواصل وإن شكرا شكرا المعاملة ما هي النواقص؟ عندما يأتي بالعائلة لأنه أصلاً ما جاء بالعائلة يأخذ موعد والتغيير مسكن وبعدين يأخذ الموعد يأخذ النواقص كاميرا أستاذ محمد أنت موظف مدني الحالات الإنسانية جنابك تراقبهم حالات الإنسانية مثل ميش حالة؟ محمد مخصصي لتوحيد المسكن توحيد المسكن لدينا حاسبات أحمي اللي هم سرعة بنجاز المعاملة أكثر من باقين يعني خبرتهم أكثر فهذا حتى علم اللي تعطل الحال الإنسانية نتحول المعاملة نشكرك جزيلة شكرا مناكم وطقي سيادة مقدم هذا قاعة انتظار نعم من قاعة انتظار هذه قاعة داخلية وعندنا قاعة خارجية أو قاعة خارجية نعم دعنا نرى القاعة الخارجية الأخرى يعني أنتم قاعتين نعم لكثرة الزخم للقاعة الداخلية لدينا حالات مثلا كل مدخل البنانات يستلم عدد معين من المعاملات طيب السراء واصل عند حوائل يسجل بهالتسلسل والعوائل أو الحالات التي استلمها التسلسل الهواصل يتفضل رقاعة داخلية وباقي الحالات تبقى رقاعة خارجية عندنا موظفين ينادي على الأسماء حتى يتوجه رقاعة داخلية جيد هنا نعم تقسيم مهم للموظفين والمنتسبين والفواضين نعم تقسيم ليس لكل عمل بطريقة عشوائية لا نعم المراجع يقدم الاستمارة يخدمون الاستمارة من السكن مالتا عن جدوله اليوم يتوجه الضابط الشهادة ذج الغرفة العمل يسار يتأكد من الشهادة الجنسية مالتا يتوجه بالمحطة الأخيرة باستعلامات للمطور يسجل اسمه ويحاول على محطة معينة حتى ليضي حق المواطن طبعا هذه كانت جولتنا وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم كانت جولة بها معلومات وتفاصيل معلومات بين السيد المدير والسيد الوكيل من هذه المعلومات تضحت الصورة بصورة واضحة واضحة ما الذي يحتاج المواطن وما الذي تحتاج المؤسسة كأحوال مدنية من المواطن أن يجلب معه ما كانت إجراء المعاملات واضحة تحياتنا الى دائرة أحوال الأعظمية ضباطا ومنتسبين وموظفين مدنيين تحياتنا لكل العاملين بها تحياتنا للسيد مدير عام الجنسية مدير عام الأحوال المدنية هكذا يسمى لولى رياض تحياتنا سيد دول رياض المحترم تحياتنا لأستاذ طارق أعلام الجنسية تحياتنا إلى مقدم مصطفى أيضا في قسم إعلام الجوازات تحياتنا إلى مقدم مصطفى مكتب لواء سعد معن تحياتنا إلى سعد معن وفوق كل هذا تحياتنا السيد الوزير المحترم وزير الداخليين كانت هذه حلقتنا نلتقيكم على الخير دوما في أمان الله